مساء الخير في 27 من أيلول اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بعد أيام أي أمس في الثالث من تشرين الأول استهدفت إسرائيل وبطريقة ذاتها بطريقة أعنف رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله سيد هاشم صفي الدين عند اغتيال السيد نصر الله نعى حزب الله أمينه العام في اليوم التالي اليوم لا يزال الغموض يلف مصير السيد صفي الدين بانتظار تحديد مصير السيد صفي الدين المرشح الرئيسي لخلافة السيد نصر الله تستمر إسرائيل في ملاحقة واغتيال قيادي الحزب أينما وجدوا كما تستمر في قتل الأبرياء بشكل عشوائي في قرى وبلدات الجنوب التي لم تنزح حتى الساعة وفي البقاع ومحيط الضحية الجنوبية وحتى أولئك الذين نزحوا من تلك المناطق من الواضح أن الحديث عن وقف إطلاق النار ومن ثم تطبيق السبعة عشر سفر واحد ونشر الجيش على الحدود الجنوبية الموقف الذي كرره رئيس حكومة تصريف الأعمال من عين التيني يعني لبنان وحده ولا تأبه إسرائيل وكل محاولات وقف إطلاق النار فشلت إلى الآن فهل ما أعلنه ميقاتي باسمه وأسم الرئيس نبيه بره والنائب السابق وليد جنبلاط بعد اجتماعهم الثلاثي في عين التيني بغياب أي ممثل للمكون المسيحي عن ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية رئيس يريدونه توافقيا يشكل المدخل لبداية تفاوض جديد يتولاه الرئيس المنتخب لإنهاء الحرب وتنفيذ السبعة عشر سفر واحد ومن درجاته وكيف لأي مسار من هذا النوع أن يجمع اللبنانيين بغياب المكون المسيحي عن مشاورات عين التين الثلاثية في إطار متابعتنا ليوميات هذه الحرب الإسرائيلية على لبنان أستقبل في بداية الحلقة في المحور الأول هذا المساء رئيس تيار الوطن الحر النائب جبران باسيل وأتوجه إليه مباشرة بالسؤال الأول مساء الخير معاليك معاليك يعني بعد ساعات من اختيال سيد حسن نصر الله حضرتك توجهت بكلمة حذرت من الفتنة دعايت إلى التعالي وطلبت تحديدا أنه ما نستضعف مكون من المكونات اللبنانية نحن الليلة عم نحكي مع حضرتك مش عارفين شو مصير السيد هاشم صفيديين وآلة القتل العشوائي مستمرة وتصفية قيادات الحزب نحن اليوم نقشى على وجود لبنان يعني من الطبيعي نبلش كلامنا بمواساة بالتضامن بكل تعابير اللي بتعبر عن وقوفنا لجانب بعضنا كلبنانيين وشعورنا الكبير بالأسى وبالحزن لكل شهيد لبناني عم يسقط كيف إذا كان إيادة مسؤول ويمثل جماعة أو مكون لبناني أساسي هذا تعرض عم بيطال كل لبنان بسيادته بشعبه بكل مؤوماته وكل خسارة عم تقع على منطقة من لبنان هادي بيتكبدها كل الشعب اللبناني لأنه بالآخر لبنان كله سوا بده يعمر أي بنية عم تتهدم وبده يدفع تمن أي دماء عم تسقط من أي لبناني بالنهاية نحن بمواجهة إسرائيل ولما نكون بمواجهة إسرائيل يلي تاريخها معروف مع لبنان مع شعوب المنطقة إداءة ومفهومة لحقوق الإنسان يعني لما بتعتبر شخصية أمين العام للأمم المتحدة خلص هذا وحده بيعبر عن أنه إسرائيل هي خارج كل الأنون الدولي وخارج كل مفهوم حقوق الإنسان والقوانين يلي بترعى حماية الإنسان وكرامته وقيمته وإلى آخره وهيدا الشي عبرت عنه مؤخرا فرجته بغزة واليوم عم بتمارسه بنفس الطريقة بلبنان بقدام هيدا الشيء ستنادى ما فينا نكون كمواطنين لبنانيين ومسؤولين لبنانيين منا عم ناخد موقف مسؤول بمعزل عن كل الحسابات التانية الداخلية بمعزل عن كل الفوارق السياسية يلي بيننا وبين حزب الله أو مع أي حدا تاني ما فينا إلا ما نكون عم نفكر كيف بدنا نحفظ وجود لبنان يلي إسرائيل بتعبر هي ومسؤولينها هي وكل الفكرة التوراة يلي عندها هي شو نظرتها للبنان كيف بيعلموا الولاد أنه هذا لبنان لقلهم كيف مجزر عندهم مفهوم للأرض ومن ضمن الأرض اللبنانية وكيف أخيرا المسؤولين الإسرائيليين عبروا أنه لبنان ما بقى لازم يكون موجود استاذ جبران حضرتك مش بس حذرت دقري بعد ساعات من اغتيال السيد إنما بلشت جولات على القيادات شفت الرئيس بري شفت الرئيس مئاتي نواب التكتل كمان زيروا الإيادات اللبنانية بكل مكوناتها ولكن باجتماع عينتين الثلاثة ما كان في حضور لإلكن أو من يمثل المكون المسيحي أنتو خارج القرار؟ أول شيء المضمون البيان اللي طلع عن الاجتماع الثلاثة نحنا مش بسمعه أنا نهار الأعلان عن استشهاد السيد حسن نصر الله كان أول حدا عندي كلمة حكيت عن ثلاث ضرورات هن تماما يلي نذكروا باللقاء عينتيني يلي هن الوحدة الوطنية ومنع الفتنة وهون ملف النازحين هو أساسي بهذا المجال اثنين وقف إطلاق النار وتنفيذ الألف وسبعمية واحد وثلاثة انتخاب الرئيس فبالمضمون ما فيه أي مشكلة بالعكس بالشكل بعرف أنه المشهد كان مستفز لكتير من اللبنانيين ومن كل الطواقف بس أنا بصراحة يعني ما زعجني بمعنى هيدا واقع الحال هيدا هي السلطة اليوم اللي عم تحكم لبنان هيدا شكلها الحقيقي المسيحيين ما فيهم يكونوا خارج الدور التاريخي والمؤسس والمكون للبنان وما لح يكونوا ما حدا في يغيبهم ولا هني بيغيبهم ما حدا يشغل باله من هالناحية هلأ بلحظة معينة ما بيكونوا ظاهرين بالقرار بس ما فيه يتحدد مصير لبنان من دونهم بس حقيقة الواقع هيدا هي السلطة اليوم الحكمة عليها أنها تحمل مسؤولية وهي أكتر بهيدا الشي عم تطلع تقول أنا المسؤولة ونحنا واجبنا الوطني مسؤوليتنا وتحسسنا مع بعضنا بخلينا نقلهم أنه نحنا كتفنا حد كتفكن لما بتحتاجونا لما بيكون في عنا شي واجبنا أننا نقوم فيه بس عليهم هني كمانا لأنه هني اليوم بموقع القرار بالحكومة والمجلس النيابي وبتغييب أو بغياب رئيس الجمهورية لازم يكونوا أدركوا أنه واحدهم ما بيقدروا يحملوا الحمل فيه رئيس للبلاد هو يلي بده يكون على رأس هالمهمة هيدا وهو وكل المواعد الدستورية الثانية بيتوزعوا الحمل تنقدر كلنا سوى يمكن نقدر نخلص البلد ويمكن نقدر نقوم بالواجب تجاه اللبنانيين هل هيدا الشي بحثت مع الرئيس برري لأنه حضرتك التقات الرئيس برري بعد التطورات المؤسفة اللي عم نعيشها أكيد حكينا بكل صراحة وبكل صدق وبكل مودة لأنه اللحظة ما بتحتمل وهو مدرك وأنا قلت له أنه هيدا الحمل يعني لا حمل الطايف الشيعية ولا حمل البلد بمواجهة المؤامر الكبيرة على لبنان ما بيقدر حدا يحملها لوحده وبعتقد كانت نتائج اللقاء كتير منيحة وبينت بينت ب يعني خاصة بموضوع رئاسة الجمهورية بأنه سقطت الشروط للعوار وصار كله ممكن المهم نوصل لنتيجة بالانتخاب اثنين بأنه نشتغل لنأمن 86 مش للانتخاب ما حدا يغلط بهذا الموضوع 86 لا يكون فيه نصاب بالجلسة لا نقدر ننتخب رئيس وثلاثة والأهم أنه التوافق على الرئيس وأنه ما حدا بيقدر يفرد رئيس على حدا ما بدنا الخارج أو حدا يستعين بالخارج كمان لقدر معطى جديدة يفرد رئيس على لبنان بنتيجة اعتباره أنه فيه توازونات جديدة عسكرية هي بتسمح له أنه يفرد رئيس ولكن بين بعضنا كلبنانيين بدنا رئيس يقدر يجمع اللبنانيين ما حدا يحس أنه هو مفروض عليه وأنا قلت له بصراحة وبقوله هلأ على العلن أنا ما بقبل أنه نتيجة وضع عسكري خارجي نجي نفرض نستغله ونفرض على حدا من اللبنانيين رئيس مش هيك نحن نتصرف مع بعضنا ولو حدا تصرف معنا بمرحلة سابقة هيكة نحن مش هيك منشوف أنه منقدر نحمل بلد ونحصنه مش بأنه الرئيس يقدر يجي ويبلش عهده ويكونوا لازم يكونوا اللبنانيين ملتفين حواله خاصة بمواجهة عدوان إسرائيل كبير واضح امتداداته قدى وأهدافه وأبعاده لأوين وصل يعني خلال هيدا اللقاء سقطت الشروط طالما حضرتك بلغت الرئيس بره هذا الموقف وذهبنا دقري للدعوة إلى انتخاب رئيس توافقه لا مش مهم أنا بس بلغه مهم هو يكون مقتنع وهو هيك كان وهو كان أكتر من إيجابة ومتفهم أنه وضع البلد ما يعني شو فيه يصير على لبنان أكتر من اللي عم بيصير لنفهم كلنا سواء أنه بنتشارك بالمسؤولية أنا أهيان شي بدي أقول لك شاغلي ستنضى أنا أهيان شي اليوم أقع من بره وأتفرش وأتدحك أو أقول يلا بنتر أو ليكو أنا نبهت أو أنا ضد هذا أهيان شي كل الناس تعرف أنه نحنا ضد هالعرب ونحنا ما كنا مع كتير اعتبارات لألة ولا ربطة مع غزة ولا نعطي مبر بس يعني شو بينفع اليوم وإسرائيل هي عم تدخل على أرضنا وعم تحتللنا أرضنا شو بتكون اليوم أولويتنا لما قرارنا الوطني وسيادتنا بدي تنتهج بهيدا الشكل هيدا بتعتقد بيطال حدا واحد مننا لما بيبلش ينعمل حصار بحري وبر يعني ما بدي أستبق الأمور لوان ممكن توصل إسرائيل ولكن أنا شايف كتير منيح لوان ممكن توصل شو عندنا رفاهية يعني أننا النمر على بعضنا أو الناكد ببعضنا بالآخر كلنا بدنا ندفع ثمن الدولة الضائعة والسيادة المنتهكة والأرض المحتلة والقرار الوطني يلي بكلا الدرون من فوق بيصير فيه إلنا بتجتمعوا هوني ما بتجتمعوا هوني بسمح لكم هيكي وقالله بضربكم من نافذة الأسر الحكومي أو الأسر الجمهوري أو أو ما نستقل اليوم الأزة الإسرائيلة كيف يطال كل اللبناني مننا واللي مبسوط اليوم بهيدا الشي بكلا بيدفع ثمنه بيكون ما تعلم شي من الماضي وما في لزوم نذكر بكل تجارب الماضي مين عم بتسمع هوني؟ تغمز من قناة من؟ عم بسمع كل اللبنانيين كل اللبنانيين على مدى التاريخ والعصور والسنين يلي اعتقدوا انه التعامل مع الخارج بيعززهم وضعهم الداخلي واكتشفوا بعدين انه هيدا الخارج بيتركون وبيروح وعم بسمع بالتحديد المسيحيين يلي سنة 82 كان عندهم سلاح وعدد ومال وقوة ودعم من الخارج وكانت إسرائيل هون بالعاصمة بيروت وأمريكا والمارينز والقوات الدولية كانت هوني ومشوا بخيارات وصلت رؤسة جمهورية بس ما قدروا عمليا حكموا ما قدروا عمليا استمروا ويمكن من وقتها ما يسمى بالمرونية السياسية بلشت بالتداعي وراحت بعدين بالوصاية السورية بس هيدا تجربة لو إسرائيل وصلت لصمح الله لمبتغيها مش معناتها بتقدر تستمر ومش معناتها احتلالي بيقدر يدوم ومش معناتها هيك يعني بالآخر نحن ندى شعب لبناني بدو يعيش مع بعضه اليوم باستطروا خرايش جديدة ووان بدو يصير الشيعي ووان بدو يعيش بلبنان بكل الحمال او بدو يصير بالقصار او بدو يصير بسوريا او كل هيدا الشي بدي يقللو اللبناني الشيضة او من اية طايفة ثانية هو منه استعمالي بتاريخه الاسورية ومنه فلسطيني تاريخه الى فلسطين هو لبناني بدو يبقى بارضو وبدو نت эксперش نحن وياه بدو نفكر كيف بدنا نبني مستقبل نحن وياه مش بدنا نفكر كيف بدنا ننحره اليوم ونستضعفه نحن التيار الوطني الحر كل عمرنا منقوله ومنثبت أي لبناني مستهدف أو مستضعف نوقف معه لما المسيحيين امتد الإيد عليهم نحن معهم لما السنة بمقتل الشهيد رفيق الحريري امتدت الإيد عليهم نحن معهم الشيعة لما بيحسوا حالهم كمكون كلهم هجر ومشرد بالبلد ومستهدف كيف ما فينا نكون معهم سيد جبران في معلومات ان الولايات المتحدة الامريكية قد تستغل فرصة ان السناء مضعضع جراء ما يتعرض له الحزب لتدفع باتجاه انتخاب مرشحة ربما الرئاس المفضل قائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون هل ترى في هذه الظروف ان العماد جوزاف عون هو رئيس المرحلة؟ نحن موقفنا معروف من هالتصنيفات هاي دي وبرجع بقلك بغض النظر عن خلافنا السياسة السياسة لمانه بسيط ابدا مع السناء الشيئي لا بفترة العهد ولا بالسنتان يلي بعده يلي هو يعني خلاف كان على مبدأ بناء الدولة على الشراكة ويلي وصل بالاخر على موضوع استراتيجية الدفاعية للي تحولت لشي تاني ونحن مش معهم بس بمعزل عن هيدا الشيء هيدا ما بيعني اليوم انه نجي نفرض رئيس من الخارج على اللبنانيين واحد المخرجات المنيحة من التفاهم مع الرئيس بره او من الاعلان السلسي بعين التيني انه رئيس توافوي وهيدا الشيء يعني كيارات تم التسليم فيه من قبل يمكن كنا تفدينا كتير اشياء وما كنا قصرنا هالسنتين بس انما هلأ تم التسليم فيه ولازم نتعطى معه على هيدا الاساس وبغض النظر عن هيدا الشيء انت بتعتقد انه في اليوم يجي حدا يحكم بلبنان ويكون قصم كبير من اللبنانيين ضده بتعتقد بيقدر يوصل على الرئاسة او بتعتقد بيقدر ينجح بعهده وهيدا السؤال بمعزل عن موقفنا منه مين ما بيوصل نحن ما حن نمنع وصول رئيس لانه رئيس بكل الاحوال احسن من غيابه لانه هون الدولة صارت مهددة بغياب رئيس لقلة وبيهطة ضعضوا على الدستورة والمؤسسات والاهم المسائي فيها بس السؤال بينطرح عليه وعلي بيعتقدوا انه هيك بيكونوا نجحوا بالعيام بتثبت الفشل اللي هيكون زريع وسريع دمان لا يركن انتو ضد العماد جوزاف عون خاصة في هذه الظروف مش علي انا اقول كل واحد بعبر عن حالو نحن من الاول عنا موقف تجاه عدة مرشحين ايجابة وموقف سلبي تجاه عدد اخر من المرشحين ما انه مرشح لانه انه يعني تعبير عن موقفنا معه وضد بكل بساطة كفريق سياسي ممثل للناس عنده موقفه الطبيعي باي استحادة دستوري مش اكتر من هيك ما بدي اكتر من هالقد القصة هذه القصة ديمقراطية مننجح فيها مننجح ما مننجح مش مشكل هناك ايضا حديث انه رئيس حزب الوات لبنانية سامير جعجع بظل الوضع اللي بيمرؤ فيه السناء عم بيقدم كأنه نفسه او هناك من يعني يعتبر ذلك انه الرقم الصعب في المعادلة اليوم هل تعتقد انه الدكتور جعجع الذي لا يمنع وصول العباد عون الى الرئاسة اليوم يعتبر نفسه في ظل هذه الظروف هو البديل او هو المرشح الاقوى ما بعرف هو بيعبر عن شو بيعتبر حاله بالاخر كل واحد عنده خياره السياسي والوطني وبيحصد النتائج من وراءه بكل بساطة نحن بنعتبر انه خيارنا الوطني هو نابع من عقلنا من قناعاتنا ومن مصلحة شعبنا من مصلحة بلدنا ما عنا حسابات تانية وكرميل هيدا الشيء اوقات ادفعنا اتمانة كبيرة شعبية سياسية مادية خاصة وغيره وما كان هون الهم وهلا انا بقلك انا بقلك بكل صراحة ستنا دا مصلحتنا الدايقة السياسية ما يكون عنا هيدا الموقف اللي عم بقول عنه اليوم لانه الناس متطلع علي انه هيدا موقف خاسر لفريق عم بيهزم عسكريا وسياسيا وعم بتجيه ضرب ضد التانية بس انا ما بفكر بالفريق السياسي انا بفكر بالشعب اللبناني يلي مرتبط فيه وبهالناس هاو دا يلي ايه حقيقة اذا مش وعيين انه الفتنة هي حاضرة لهيك تطلع بيناتنا بأي لحظة وهيدي يلي بتدمرنا كلنا سوا ويلي بتخذنا على حرب اهلية وهيدي بتهجر كل التواقف اللبنانية وهي ما بتترك شي فاذا مش فهمينين انه هيدا اهم من اي حساب خاص سياسي معناه ما تعلمنا شي من الحرب اللبنانية وما تعلمنا شي من كل التجارب يلي كلنا عشنيهم طب معليش معليك يعني طالما موضوع الرئاسي صار اليوم ملح على الرغم من الحرب وسقطت كل القيود من هي الاسماء اليوم من هو المرشح نحن مش رايحين يعني بعد ما في مجالات للحوار بدنا نشوف اصلا اذا قدرين تروحوا على مجلس النواب تنتخبوا وسط آلة الاستهداف والقتل والاختيال بس ما في حدا ما في اسماء ما عندكن مروحة اسماء مشان هيك مشان هيك انا بدأي للإسراء ومشان هيك ان احنا مستنفرين كل يومين عم نجتمع كهيئة سياسية وعم نتوزع على المهام وعم نعمل اتصالات بالكل من دون استثناء كل القوى السياسية النيابية عم نلتقيها عم نروح لعننا عم تجل عنا عم نتواصل على الهاتف الكل من دون اي استثناء وعم نقيم انا اكيد ما لاح احكي باسماء لانه حقيقة حقيقة نحنا ما عنا مرشح نحنا عنا اكيد عنا افضليات عنا تقييد لناس وعدم تقييد لناس اللي طارحينه نحنا هلأ عملية تشاور صنائية بتاخد اشكال تانية بعدنا لوضع يعني لائحة عمليا بمن هو مقبول من كل فريق ومن هو مرفوض من كل فريق لنشوف بالاخر التقاطع بين كلها الافريقاء على شو بيودة ومنح انه يكون بيودة على اكتر من اسم تيكون في مجال لا يعني يصير فيه اختيار فعلي حقيقي وانا مع الاجماع بهذا الموضوع ما تم الاجماع التوافق العريض نعم ويكون انه بنسبة كبيرة هل راح تقدر بكركة يعني كنت حضرتك حاضر بقدس ديمين وقتها دعا البطريارك الى لم الشمل هل قادرين تلموا الشمل المسيحي تتسهله للوصول والانتخاب رئيس توافقي مع كل المكونات الاخرى كمانا بتأمل يكون فيه وعي وحس مسيحي وحس وطني انه نحنا لازم نكون عم نتلاقع على القليلة بالمبادئ الاساسية اللي منحافظ فيها على وجودنا وعلى وجود الوطن ومتما قلتلك نحنا عم نبادر ونتصب الكل ما عنا عقدة تجاه حدا وما عنا مشكلة مع حدا واكيد هيدا استحاق الرئاسة الجمهورية معنيين فيه المسيحيين بشكل اساسي والريهان انه ما بيقدروا يتفقوا مش صحيح اتفقنا بالسابق وقدرين نرجع نتفق لاحيان بس مهم نتفق على ما يجمع مش على ما يقسم ويمكن هيدا وقت مناسب لنرجع نفكر بشعار اساسي رفعوا العمادعون بالحرب هو اكبر من ان يبلع واصغر من ان يقسم هيدا بنعتبر اللبنان 10452 كم مربع بيضل صالح له هيدا التفكير واي ظرف تاني بيخدنا عشي تاني او عتقات تاني انا بعتبره بيكون ظرف هاكي مارئ وما بيدوم ما بيستمر ولهيكي برجع على فكرة الفتنة وبخاف منها لانه بعرف ادي عناصرها موجودة بشكل طبيعي بين اللبنانيين لفورقهم المذهبية والسياسية وخلافاتهم الكتيرة كيف اذا كان شعب مهجر مجروح مقلوم منصاب بعدة اشياء وحدا عم يتعامل معه بانه هو منتصر عليه او حدا بيتعامل معه انه هو مهزوم فهو بشكل طبيعي عناصر المشكل موجودة بكل انحاء البلد كيف اذا اجي حدا غزيها بعنصر مخابراتي او بدفع مادة او يعني اسباب تغذية اي صراع من هالنوع موجودة ولهيك انا عم بشدد على مظهر الوحدة وعلى انه نتلاقى برغم كل الخلافات نطمن الناس ونفرجيهم ان احنا قدرين نعمل شي يحفظ لبنان وانتخاب رئيس الجمهورية بهيدا المعنى انتخاب رئيس الجمهورية بقلك بصراحة ما حيوقف الحرب لانه اليوم ما بيوقف الحرب اللي رايح فيها نتانياهو للاخر ما بيوقفها الا الميدان للأسف يعني ما فيه الا معادة العسكرية تقدر توقفها وعناصرها معروفة يا بالبر يا بتدخل تاني اكبر مش مش شغلتنا الموضوع الاقليمي بس لهيك الحرب ما بيوقفها رئيس الجمهورية والحرب بانه نتحضر انه طويلة وانه صعبة وانه كل يوم لح يبين منا يعني هاك مظاهر جديدة ما عم بقول تخوف عم بقول تنتحضر بتنتحضر لانه لازم نكون بكتير اشياء يعني عم نستعد تخذ الموضوع التربوي مثلا ما بيسوى نفكر بهذا الموضوع انه كل اسبوع شو بنعمل بدنا نفكر انه عنا عام دراسي كامل لطلابنا ما بدنا نخسره وبالتربية منكون عم نقاون مش انه نترك طلابنا وولادنا ببيوتهم منكون عم نقاون مشان هيك لازم يكون مثلا عم بينعطى المجال للمدارس الخاصة لا تمزج بين التعليم الحضوري والتعليم الالكتروني او الابريد يعني المختلط ويتفكر كيف المدرسة الرسمية بده يتأملها دوام تاني بتشارك فيه يمكن المدارس الخاصة يعني هذا الشغل اكيد ويزارة التربية بس ينعطى المجال والحرية وما نقول كل اللبنانيين لازم يتعلموا بس نحن امرأنا بحرب 15 سنة كانت تتنقل فيها المشاكل من منطقة لمنطقة ما بيسوى كل الناس يتصفي يعني ما نساعد بعضنا ونسنط بعضنا حتى بالعلم ونأمن حتى للناس حين وسائل التعليم وبعتقد بجهد وبالشيء اللي عم تعمله الوزارة وبالتعاون مع كل المدارس يقدر يتوصل الواحد لحلول على مبدأ حق التعليم واجب التعليم لكل ولادنا كيف بالتربية أنا بدأي لكل شيء نكون عم نتحضر على هيدا الأساس ما عليك بس يعني راجع بدأي اختم بعدين بموضوع النازحين مش بس بموضوع التعليم ولكن تأرجع لموضوع الرئيس يبقى موضوع الرئيس لو لم يوقف الحرب ولكنه مهم إذا كل القوة بدأت تواصل مع بعض البعض أصلا قادرين ليش تتواصلوا مع كتلة الوفاء للمقاومة قادرين نوابة ينزلوا على البرلمان ينتقبوا أم أنه اليوم يختصر كل التفاوض مع الطائفة الشعية الكريمة من خلال الرئيس بري نحن مدركين قد الوضع صعب عندهم بس إنا لحيكونوا جزء من هيدا القرار مش لحيكونوا بعض عندهم يا بمواشرة بالتواصل معنا ومع غيرنا أو عبر الرئيس بري يلي هو يكن يعني مولش بهيدا الموضوع من إيبالهم على ما كنا يعني نعرف قبل يعني السيد حسان وقبل الهجوم الإسرائيلي الكبير على لبنان ما عليك واضح أنه لبنان بده يوقف إطلاق النار فطبعا ما لحيكونوا يعني غايبين عن القرار نعم تنشوف على كل حال كيف ما صار الأمور وإذا سريعا رح يتسرع مسار الرئاسة واضح لبنان يريد وقف إطلاق النار والـ 17-01 ونشر الجيش ولكن إسرائيل ما بده بده صار أبعد من هيك اللي طاني والأولي وعم بتهجر القرى وفق هيدا وكله يبدو إيران ما بده يعني إن كان المرشد اليوم وإن كان وزير الخارجي الإيراني اليوم من عين التيني ومن السراي بيقول يعني ستستمر المقاومة ونحن مع حزب الله وكمان لن يتوقف إطلاق النار إلا بموافقة حزب الله وعليه أن يأتي بالتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة بدي أقول لك شيء إنه إيران ما فيها تحارب فينا كمان يعني هي إذا معنية بهيدا الشيء هي عندها وسائلة أنا أحد الأسباب يلي كنت فيها ضد وحدة السحات وقلتها بتصريح لمجلة لبوان قبل بالأسبوع الماضي إنه ويني السحات الأخرى السورية والعراق وإيران وغيره يعني ما فيها هيدا استراتيجية اللي نحن مش مقايدينة من الأساس ما فيها توقع بس على كاهل لبنان واللبنانيين وما فيهم يكونوا اللبنانيين وقود بهيدا الشيء فأكيد إنه اللبنانيين ما بدهم هيدا الحرب وبدهم وقفوا طلاق النار المشكلة بس اليوم اللي أقولك بصراحة هي لا عند إيران عمليا ولا عند لبنان هي عندنا تانياهو يلي واضح باعتراف الكل وبيوضوح هو ماعتبر حاله بنجوريون الجديد طبع إسرائيل وهيدا فرصته ليكون هاك وما عم بيرد على حدا وعنده غطاء على القليلة العسكري والتموينة والتمويل اللازم واللوجستي اللي مطلوب تيكمل بهيدا المعركة ولو عنده خلافات أو فوارق سياسية ولكن بالنهاية مكمل من الداخل كل شي المشاكل الموجودة عنده أو من الخارج مكمل عمل يلي عمله بغزة راح شوي على الضفة هلأ إجا صود لبنان بكرة بيرجع على الضفة وباعتقادة إنه بيتوسع بعد أكتر من هيك لأنه هايدا فرصته ليكون عم بيحقق كل الإشاة يلي كل عمره بيحكي عنها بخصوص إيران وبرنامج النووي وبخصوص كل الدول بالمنطقة يلي بتعارض يعني المتعارض هو وياها إن كان بوجود إسرائيل أو بمعنى السلام هلأ نحن كلبنانيين تعرفي كموقف رسمي نحن مع قصة مبادرة السلام العربية بس وين إسرائيل مننا وين نتانياهو مننا هي هيدا المشكلة المشكلة إنه الطرف الآخر هو دائما معتدي واعتداءهم يعني بيخرج عن كل الأوانين الإنسانية والأوانين الدولية وبتشوفي كيف عم بيدمر وما بيميز هلأ أنت بتصدق إنه كل بناية هي مركز لحزب الله شو ما منعرف بعضنا إحنا بلبنان نعرف قدية عم تنضرب بنيات ومنازل بالجنوب وبالبقاع وبالضاحية هي سكن بس هدفها ترويع الناس وتهجيرهم وضرب المجتمع اللبناني ببعضه هيدا شو ما هيدا الفتنة هيدا عملية التهجير القصرية يلي مننا عم تستهدف بس مراكز عسكرية يلي عم تستهدف ضرب الشعب اللبناني ببعضه هيدا الهدف وهيدا يلي الواحد إذا ما بيشوفه وما بيفهم شو اللي عم بين عمل وما بيقدر نحن شو قدرين مش قدرين نوقف نتانياهو عن إطلاق النار ونحن مش عم نحارب نحن قدرين نحمل مجتمعنا من جوه وقدرين نرجع نوقف دولتنا بأنه يكون في قلة رئيس والدولة كلها تصير عم تحمل كم مرة قلنا المقاومة واحدة ما بتقدر تنتصر بدا الدولة الدولة هي الأساس تبعنا كلنا سوى وهي المزلة تبعنا وهي ما رجعنا الوحيد ما عليك لبنان بده يظل يتفرج على طموحات نتانياهو بتتنفذ يعني تيروح يبيد البلد كله وتانيا يعني موضوع النزوح لجنة الطوارئ عم تعمل اللي عليها ولكن تتفاقم الأزمة على المستوى الإنساني والوطني والاجتماعي والأمنة ربما شو بتقول ختاما عن هيدا الموضوع بقول لما كنا نقول إنه الدولة ومقوماتها والشعب اللبناني تيكون صامد لازم نحفظ له مقوماته ما فينا نهدم الدولة ونفلسها ونسرق أموال اللبنانيين وبعدين نقل له نصمده لما كنا نقول هيدا الحكة من سنين تنقدر نواجه ونقول مواجهة إسرائيل مش بس بالسلاح وبالعسكر مواجهة إسرائيل بدولة قوية باقتصاد قوي بشعب محصن بكل الإمكانيات وصلنا لهيدا إيه أكيد هلأ اليوم بده واحد يعتب على الدولة إنه ما في عندها إمكانيات أكيد مش مسئولية وزير وحده أو رئيس حكومة وحده أو لجنة طوارئ هيدا مسئولية بتقع على كل الناس لهيك يجينا قدمنا حالنا وقلنا نحن مستعدين ولهيك التيار الوطني الحر اليوم عم بيشتغل مع كل المناطق اللبنانية مع اللي تهجر ومع اللي صمت بأرضه لأنه ما ننسى الناس تصمدين بأرضهم سبتنا دا هولي شو بدك تقللهم رافضيني غادر فمشين هيك نحن شو بدي أقلهم هولي الأبطال الحقيقيين هولي الناس يلي تعرفي أنا عندي على طول على طول كل سنة بتشوفي ما بقفة إلا ما بروحها تلت ضياء عندها رمزية لقلي لأنه هي بتعبر عن معنى الوجود والدور المسيحي بلبنان رماش المارونية بجنوب والقاعة الكاتوليكية بالقاعة وشدرة الأرتودوكسية بالشمال اليوم رماش هي اللي منصابة مش عم بنسى لعن قبل ولا دبل ولا مرجعيون ولا لايع وأهل لايع الأبطال اليوم يلي أعلنوا عن بقاءهم بأرضهم وكل الناس يلي بقي يدفوق رماش بس لا بسكرها لأنه تاريخيا تاريخيا هلأ فيها كان قبل ما يدربوا البيت اليوم كان بعد فيه خمس ستة آلاف واحد فوق وصامدين بعضهم وهم واهل لايعوا كل أهالي الجنوب كل أهالي الجنوب يلي بقيوا فوق منقلهم منقلهم أنتو الأبطال الحقيقيين نحنا شو ما كنا معكم بالفكر وبالاتصالات اللي عم نعملها وبال المساعدات يلي عم نحاول نبعثها وبكرة رايحة قفل الصبح باتجاه هرماش اليوم رايحة مرجعيون وبكرة رايحة رايح كله قليل قدام قدام صمودهم الطحين والمزوت والمعلبات والأدوية منهم شي قدام إرادة الصمود يلي عبروا عننا من عشرات سنين هن ولا مرة تركوا أرضهم هو أهل الأرض الحقيقيين يلي مرتبطين فيها بالزراعة ومرتبطين فيها بالدم ومرتبطين فيها بعاطفة ما حدا بيقدر يقبعون منشلوشون بكل شي تعرضوا له بكل التهديد يلي إجاههم مباشر اتصالات على بيوتهم قالوا ما بدنا نترك على أرضنا لأنه نعرفين إذا تركوا يمكن ما بيرجعوا هودي عم بيدافعوا هودي عم بيدافعوا عن كل لبنان وهودي تنوعهم الطائفة أهل الجنوب وأهل البقاع وكل لبنان اليوم عم بيستقبل نازح وعم بيعاملوا بأخوة لبنانية بمحبة باعتناء حاطت على جنب الفوارق الطائفية والسياسية هيك منحفظ بلدنا وهيك منكون عم نقول لبنان المميز لبنان عاش الواحد غير هيك نحنا ما منستاهل هيدا البلد ولأننا نحنا هيك وجبارين لح نصمد وبالآخر لح ننتصر وشو ما كانت الأيام الجاي الصعبة ونتخيلها بأكبر صعوبة لإله يكون عندنا الإيمان إننا لح نوجهها وبالآخر ما لقى علينا هيك وأصعب وطلعنا وانتصرنا يكون عندنا السئة إنه بحفاظنا على بعضنا بتضامننا مع بعضنا نرجع من انتصرنا شكرا لإلك رئيس تيار وطن الحرة النائب جبران باسيل على هذه الأطلال اللي خصصنا فيها وشكرا على إيجاباتك شكرا لإلك والمواقف اللي حددت فيها ربما مسار الأمور ويمكن لازم نتابع إن شاء الله أما الانتخاب الرئيس هو بداية الخلاص لألنا طبعا الرئيس يلي يمثل كل اللبنانيين شكرا لإلك